كشفت صحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية عن أنه هناك حالة غضب كبيرة داخل نادي الريال مادريد بسبب اتجاه النجم الفرنسي كاريم بنزيمة للرحيل عن الفريق في الصيف المقبل وذكرت الصحيفة أن الأنباء التي أشارت إلى موافقة بنزيمة على عرض الاتحاد السعودي للانضمام إلى صفوف في الموسم المقبل يعد صدمة غير متوقعة بالنسبة إلى الملكي وأشارت إلى أنه رغم تراجع مردود المهاجم الفرنسي في المباراة الماضية ولكنه يظل ضمن حسابات المرينغي خاصة أن النادي لم يستعد جيدا لمسألة رحله دون التعاقد مع بديل وأوضحت أن أبو إبراهيم حصل على عرض كبير من بطل الدور السعودي تبلغ قيمته 200 مليون يورو وهو ما أسهم في تفكير اللاعب في إنهاء مسيرته مع الريال مادريد ترجمة نانسي قنقر